موسيقى اهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام وهذه جولة جديدة مع همي ما طلعتنا به صحف القاهرية وصحف العربية وايضا صحف العالمية الصادرة هذا صباح نبدأ كالمعتاد بصحف القاهرة ونبدأ تحديدا بالاهرام ونطلع منها الحكومة تتعهد بالتوسع في المشروعات لزيادة فرص العمل مدبولي تطوير التصنيع للمنافسة عالميا وتصدير الانتاج بمشاركة الصين مدينة متكاملة للغزل والنسيج في أسادات شكري يرأس وفد مصر في اجتماعات اللجنة المصرية البحرينية اليوم إلى عنوين صحيفة الجمهورية ونطالع منها شهادتان دوليتان للاقتصاد المصري الذهبية الافريقية للتخطيط كبير خبراء النقد نتائج وإيجابية لبرنامج الإصلاح تراجع البطالة والعجز ومؤشرات نمو عالية قرارات مهمة لمجلس الوزراء حل مشاكل المستثمرين وتهيئة المناخ لرجال الأعمال الإسكندرية في التصنيف البريطاني للجامعات لأول مرة معنا في هذه الجولة صحيفة المصرية اليوم نطالع منها أنشطة بحرية وبرية وجوية في درع العرب واحد تدريبات على اقتحام بؤرة إرهابية ورماية بالذخيرة الحية واقتحام سفن وزير الخارجيات الأمريكية تصل بشكري لمناقشة جولة الحوار الاستراتيجي مصر تفوز بالمركز الأول بمسابقة المنظمة الافريقية للإدارة اليوم فتح باب تظلمات البطاقات التموينية نرصد من عنوين صحيفة أخبار اليوم قمة عربية أوروبية في شرم الشيخ في فبراير القادم تيسيرات في قانون الضريبة العقارية آلية عادلة لتقييم الضريبة على الوحدة السكنية وإلغاء لجان الحصر والتقدير اتفاق بين هيئة وبنك التنمية لجذب الاستثمارات الصينية افتتاح مصنع للتمور بتكلفة عشرة ملايين جنيه في واحد سيوة نتحول العنوين صحيفة الشروق التي كتبت انطلاق اجتماع مجموعة السبعة والسبعين والصين لمفاوضي التغيرات المناخية بالقاهرة الخميس انطلاق أولى رحلات موسم العمر الجديد من مطار القاهرة مكاتب بالمحافظات بدأت في استقبال المعتمرين لإجراء البصمة الحيوية تقص غير مستقر وأمطار على المحافظات إلى مقالات الرأي في صحف القاهرة واخترنا من صحيفة الجمهورية هذا المقال الذي جاء تحت عنوان التنمية والاستقرار حيث كتبت الصحيفة في افتتاحيتها حول أهمية تضافر الجهود الحكومية للاهتمام بأساسيات بناء الإنسان وانعكاس ذلك على تنمية المجتمع ومضت الصحيفة في افتتاحيتها قائلة الاهتمام بالصحة والتعليم أساس بناء الإنسان الذي يعد العنصر الأول في الإصلاح والتنمية من هذا المنطلق كان اهتمام الدولة بعلاج المواطن من الأمراض المزمنة والتركيز على الشباب بوصفهم أقاضة المستقبل وسرعة علاج المرضى والانتهاء من قوام الانتظار هدف أساسي خلال هذه المرحلة كانت حملة مئة مليون صحة التي انطلقت في ربوع الوطن تشير إلى رحلة البحث عن صحة بلا متاعب تنطلق بنجاح لتشمل الجميع الكل شركاء في بناء الوطن وبناء الإنسان ومكافحة الأمراض كذلك في عملية التنمية والاستقرار نتحول الأبرز ما جاء بالصحف العربية والبداية من الحياة اللندنية قتلى بعد خرق لاتفاق إدلب واتهم الحرس الثوري وحزب الله واشنطن تستعجل تشكيل لجنة الدستور وطائراتها تراقب شمال شرق الفرات سلامة يعلن الربيع موعدا للانتخابات الليبية عبد المهدي يكثف لقاءاته لإنجاز التشكيل الوزاري من صحف الخليج نطالع من الراي الكويتية الأمم المتحدة ترجو محدثات السلام اليمنية إلى نهاية العام وواشنطن تدرس وإرجاء أنصار الله الحوثية على قائمة الإرهاب وزيران صداميان يواجهان الإقالة من حكومة عبد المهدي أجهزة الأمن تنصح نتنياهو توقيت خاطئ ضرب حماس الآن ثلاثون قتيلا بهجمات انتحارية في مقدشيو من أبرز عنوين صحيفة الشرق الأوسط ملفات سوريا وليبيا تتصدر الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدات الأمريكية الإرهاب يطرق أبواب العملية السياسية في العراق بدءا من الموصل تزايد أنشطة داعش ومحافظ نينوى السابق يصف الوضع الأمنية بالخطير السيول تضرب الأردن مجددا ومقتل وإصابة وفقدان العشرات إلى الخليج الإماراتية التي كتبت إسرائيل تفتك بمسيرات الضفة وغزة تدريبات درع العرب واحد تؤكد جاهزية وكفاءة المقاتل العربي الأمم المتحدة 6.2 مليون نازح في سوريا وخمسة ونصف مليون خارجها نواب يحملون الحشد والقوات العراقية مسؤولية التدهور في نينوى من الصحف اللبنانية نطالع من المستقبل عون يضع سنة 8 أذار أمام مرآة الاستشارات ويؤكد ادعاءات إسرائيل حول مصانع أسلحة ومخابئ سرية غير صحيحة المزارعون الفلسطينيون في مواجهة كارثة تخريب أشجار الزيتون في الضفة واشنطن تستثني بغداد جزئيا من تطبيق العقوبات على إيران في مقال لها أكدت صحيفة الدستور الأردنية أن الشعب الفلسطيني قادر على دحر الاحتلال انطلاقا من إيمانه بعدلة قضيته وأقالت الصحيفة يعتبر الرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن طريق التوصل إلى تسويات مع العرب هو تنازلات غير مقبولة من جانبه ومن حزبه وإتلافه ونحن نقول له أن كل الأراضي المحتلة اسمها فلسطين كانت وستبقى كذلك للأبد وأن الشعب الفلسطيني قضيته عادلة مجسدة ليست فقط بحقوقه التاريخية وتواجده لمئات السنين بل عبر قرارات الأمم المتحدة يستطيع نتنياهو أن يتجاوز بما يريد ويرغب لأن الوقت لصالحه بسبب الانقسام والحروب التي تشهدها المنطقة لكن هذا الوضع لن يدوم لأن المضال الفلسطيني متواصل وسيحقق أهدافه وتطلعاته في إزالة الاحتلال وضحره نتحول إلى أبرز ما جاء بصحف العالمية البداية من وول ستريت جورنل دونالد ترامب يندد بتصريحات نظيره الفرنسي أمانويل ماكرون حول إنشاء جيش أوروبي ارتفاع حصيلة ضحايا للحريق الضخم الذي يجتح غابات شمال كاليفورنيا غرب الولايات المتحدة الأمريكية إلى تسعة قتلى والسلطات تعلن حالة الطوارئ إلى صحيفة الجارديان البريطانية ونطالع منها استقالة وزير النقل البريطاني احتجاجا على الاتفاق المقترح لبريكسيت الذي وصفه بأنه خطأ فادح يستجعي إجراء استفتاء جديد حول خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي حرائق الغابات في كاليفورنيا تنبر السلطات على إجلاء 150 ألف شخص من منازلهم في ظل تحذيرات واسعة من أبرز عنوين صحيفة لوموند الفرنسية فرنسا تحيي الذكرى الماءوية الأولى للحرب العالمية الأولى بحضور زعماء العالم الولايات المتحدة الأمريكية تعلن موافقتها على طلب الرياض بوقف تزويد طائرات التحالف العسكري في اليمن بالوقود بعد أن بات قادرا على تأمين ذلك بنفسه من صحيفة البيس الإسبانية نطالع روسيا تعقد اجتماعا دوليا حول أفغانستان بمشاركة وفد من حركة طالبان وعدم تحقق تقدم يتيح بدء حوار مباشر بين المتمردين والحكومة الأفغانية دونالد ترامب يوقع اتفاقا على قانون يمنع المهاجرين غير الشرعيين من طلب اللجوء نرصد من عنوين صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إصابة 25 جنديا تركيا على الأقل بجروح وفقد أثر سبعة آخرين بعد انفجار قذيفة منفعية في قاعدة للجيش التركي في محافظة هكاري جنوب شرق البلاد عشرات المنظمات غير الحكومية تدين خطة لعادة اللاجئين من المسلمين الروهينجا إلى ميانمار بعد أن فروا منها إثر حملة إبادة رصدت صحيفة فينانشل تايمز البريطانية في مقال لها المخاطر الاقتصادية التي قد تنتج عن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكتبت الصحيفة مع موعد انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 قد يجعل الجمهوريين يدفعون بدونالد ترامب إلى اتخاذ مواقف أكثر دفاعية في عدة مجالات من أهمها مجال التجارة خاصة بعد فقدان الحزب السيطرة على مجلس النواب وفوز الديمقراطيين بالأغلبية الأمر الذي قد يؤدي إلى تأثير سلبي على الأسواق العالمية والاقتصاد بصفة عامة خاصة عقوة تصعيد مع الصين بخصوص الرسوم الجمركية والمواجهة مع إيران وهو ما قد يشعل حربا تجارية فعلية تؤدي إلى ضعف في الأسواق الدولية بهذا مشاهدنا الكرام نصل إلى نهاية هذه الجولة غدا بإذن الله جولة صحفية جديدة إلى اللقاء اشتركوا في القناة